مساحة الأغنية السعودية مجموعة أضلاع ومجموعة أسماء كبيرة من ضمنها الأستاذ محمد عبدو هناك من يقول بأنه إذا لم يغني محمد عبدو لهذا الشاعر فتجربته الشعرية ناقصة يعني أنه غير وصل اسمح لي محمد عبدو ما غنى المتنبي ولو ما غنى أعتقد أنه كل الموجودين متنبي أنا أقصد أنه بلاش المتنبي يا سيد الفاضل محمد عبدو ما غنى العمر بوريشة يعني أنا أقصد ما هو مقياس أنه طبعا أي شاعر يتعمر في مجال الأغنية في الخليج أكيد يفرح أن محمد عبدو يغنيه لأن محمد عبدو إنسان يحترم عمله وقيمة فنية كبيرة في حياته فطموحه لأي شاعر أنه يوصل كلامه ونخذر صوت محمد عبدو بس هذا لا يعني بأي حال من الأحوال أنه إذا لم يغني لك محمد عبدو فلست بشاعر جيدي أنا ذكر محمد عبدو لما استضفنا الفنان محمد عبدو في حلقات حنين وتكلمت عن جزئية معينة ذكرت بأن محمد عبدو مهتم كثير بالتفاصيل وكان في غلط في واحدة من الأغنيات أعتقد مساء الخير بس هذا الغلط تم تداركه الآن في الطبعات الجديدة هو حصل أنه محمد كان أستاذ محمد كان في زحمة شديدة وكان عنده كمية أغاني مطلوب تسجيله وكان عنده حفل في القاهرة وحفل في واشنطن وهو يحضر أصلا لعمل كبير جدا ما هو من حق أننا أتكلم عنه عمل خاص فيه وتعلق بالوطن يعني فعمل ركب صوته على الأغنية هو عرف وغلط في تركيزه في الغنى غلط في شطر في ثلاثة بيات تحديدا فهو كان في نيته أنه يرجع قبل ما شريط يطبع أنه يرجع يصلح الأنسي من زحمة الأشياء فنزل الشريط كما هو وبعدين تم تعديلها مؤخرا والآن نسخ الجديدة أعتقد أنها ستنزل كان فيه ثلاثة بيات تحديدا اسمعها هي أولا يقول مساء الخير والإحساس والطيبة مساء ما يليه قلة بأحبابي مساء غير غصن الطير يحكي به عن اللي مسكنه جفني وأهدابي محمد قال غصن الطير مع أنه هي غصن الطير البيت الثاني فيه اللي كان فيه غلطة به الصادق به الغارق بكاذيبه يبيبعدي ودمعه بلى لثيابي به القسوة به الرقة به الهيبة به الضعف القوي به نشوة غضابي محمد غنان به القسوة به الإنكار والريبة تم تدارك الخطأ وكان فيه خطأ ثالث أيضا هلا باللي يصيب العطر بالريبة يقول العطر أنا زايل ويبقابي محمد قال أنا زاير ويبقابي مع أنه زاير معنى جميل أيضا هو كان هو يصلح هذه غلية الأخطاء نسميها بس لا يعني هو عموما أنا ما ألوم ولكن تم تم تصليح الخطأ هذا أعتقد أنه سيتم تداركه مساء الخير والإحساس والطيبة مساء ما يليق الله بأحبابي مساء الخير والإحساس والطيبة مساء ما يليق الله بأحبابي مساء غير وصن الطير يحكي به عن اللي مسكناه جفني وأهدابي مساء الخير والإحساس والطيبة مساء ما يليق الله بأحبابي ملكني بيب ترغيبة وترهيبة يفارقني وهو واقف على بابي بها الصادق بها الغارق بكاذيبة يبيب عديد ودمعها بل للثيابي بها الجسوة بها الرجاة بها الهيبة بها الضعفة الجويبة هناش وترضى بي مساء الخير والإحساس والطيبة مساء ما يليق الله بأحبابي نرجع للنقطة اللي هي مهمة كثير هل فعلا أنت عند رحب مساعد كجيل يعني يمثل جيل الشباب